اتفاق جديد وقعته الحكومة اليمنية في الرياض يهدف الى انهاء الصراع على السلطة في جنوب اليمن وينص الاتفاق على توحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لانهاء انقلاب ميليشيا الحوثي ومواجهة تنظيمي القاعدة وداعش الارهابيين كما يدعو الى تشكيل حكومة جديدة لا يزيد عدد وزرائها عن 24 وزيرا في غضون 30 يوما يحظى فيها الجنوبيون والشماليون بتمثيل متساون وان يشارك المجلس الانتقالي الجنوبي في اية مفاوضات سياسية لانهاء الحرب هذا الاتفاق لاقى ترحيبا واسعا في الاوساط اليمنية اذ اعرب الكثير من اليمنيين عن املهم في ان يوحد الاتفاق الصف الوطني ويوظف الجهود والامكانيات نحو الشراكة لقطع المد الايراني والقضاء على الحوثيين نأمن والله عز وجل ان ما تم اليوم من الاتفاق بين الشرعية والمجلس الانتقالي ان يكون بادرة امل وصف واحد في مواجهة المد الايراني لانتثب القضاء على الحوثية بالنسبة الاتفاق كان اتفاق جاد ان شاء الله ونأمن من الله ان يوفق وان تكون النقاط التي وضعت يعني تطبق على ارض الواقع مراقبون تخوفوا من تعثر تنفيذ بنود اتفاق الرياض بسبب رفض القوى المسيطرة على الارض التخلي عن مناطق نفوذها وسلاحها تكمن ابرز مع وقات الاتفاق الذي تم في الرياض هو ان القوى التي كانت ممسكة بزمام القوى والفعل على الارض حل هي مستعدة لان تكون تقوم بالواجب الذي اتفق عليه في اتمام مبادرة السلام وبالتالي احلال الوضع الامني والاستقرار بشكل جيد اهم التحديات التي سيواقهها طرفي الاتفاق هو لابد من المملكة العربية السعودية الضغط على الطرفين في تنفيذ اهم النقاط وهي التخلي عن السياسة الباهتة التي ظهرت في المناطق المحرّة ويشمل الاتفاق على بنود رئيسية اضافة الى ملحق للترتيبات السياسية والاقتصادية والعسكرية واخر للترتيبات الامنية بين الطرفين الذين شهدت قواتهما خلال الفترة الماضية نزاعا عسكريا وتبادلا للسيطرة على مدن جنوبية عدة ابرزها العاصمة المؤقتة عدن وبموجب الاتفاق فان الحكومة اليمنية ستباشر عملها من العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من توقيع الاتفاق ويعتبر توحيد الجيش هو الخطوة الاهم اذا ما كان هناك نية حقيقية لتنفيذ اتفاق الرياض ويبقى السؤال الابرز هل سيمثل هذا الاتفاق الخطوة الاولى لحل الازمة اليمنية ام انه سينتهي الى ذات النهايات التي سارت اليها الاتفاقيات والمبادرات السابقة له سؤال وحدها الايام المقبلة من تحمل الاجابة اشتركوا في القناة